فلطمه على وجهه بكفه ثم على ظاهره بلسعتين من عصن كان يحملها معه باستمرار في 1954 نقل إلى ثانوية التكريت الرسمية للبنيين مدرس كردي اسمه كاكا عزيز ومعه شقيقه بهزاد وكان في مثل أعمارنا كان عزيز شابا وسيما وشديد البأس متوسط القامة يتمتع بجسد قوي وكان من عادته لإظهار حزمه وشدته أن يستغل أي سبب ليختار أحدنا قبل أن يباشر درسه فينهال عليه ضربا حتى لو لم يكن هناك سبب كافي للعقاب لفرض هيبته ولإقافتنا وحملنا على السكون وفي أحد الأيام ضحك صدام ضحك مفاجئة وبصوت مرتفع مسموع فظن كاكا عزيز أنه يسخر منه فلطمه على وجهه بكفه ثم على ظاهره بلسعتين من عصن كان يحملها معه باستمرار تحمل صدام الضربات بصمت وسار الدرس بعد ذلك بهدوء ودق جرس الاستراحة فتجمعنا ساخرين حول صدام هازئين منه ومن بطولاته المزعوة ومن صمته على ما ناله من المدرس عزيز لكنه ظل صامتا ولم يجب بشيء وعلم مدير الثانوية خليل حمد وهو من أهالي تكريك ويعرف أهلها جيدا خير المعرفة فخاف من العاقبة وراح يشرح للمدرس عزيز خطورة أهل العوجة ورجاه أن يتدارك الأمر بسرعة وبالفعل نادى صدام ولاطفه وحاول ترطيب الأجواء ورجاه أن يعتذر للمدرس حتى وهو غير مذنب إكراما للمدير نفسه حتى ينتهي الموضوع وبالفعل أقبل صدام على كاك عزيز معتذرا بأدب جم وظن الجميع أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد كان عزيز يسكن مع أخيه في منزل متواضع يقع على آخر أطراف المدينة في مواجهة مبنى الثانوية وكانت المنطقة غير آهلة ومظلمة في الليل في اليوم التالي علمنا بأن أحدا جاء راكبا على فرس وطرق باب كاك عزيز وحين فتح أخوه بهزاد الباب أطلق الطارق عليه عيارا ناريا وهرب وعلمنا أيضا بأن الرصاصة أصابت بهزاد في ساقه فحمل كاك عزيز أخاه إلى المستوصف لإسعافه ثم ذهب إلى الشرطة واتهم صدام بالجريمة وحين وصل أفراد الشرطة إلى منزل ليلة طلفاح حيث كان صدام يقيم في تلك الأيام لم يجدوا الفرس ولا البندقية وكان صدام نائما في سلام كان المنزل يقع كما أسلفت في حي قديم ذي أزقة ضيقة لا تتسع لفرس بأي حال من الأحوال فسجلت القضية ضد مجهول ولكن كاك عزيز حزم حقائبه ورحل ولا بد لي أن أذكر هنا فكرة غريبة أطلقها صدام مبكرا في أعقاب حادثة كاك عزيز قال إنه لا يعتبر نفسه خاطئا ومعتديا عليه حتى لو قتله أو قتل أخاه البريء بهزاد وأضاب إنها خطيئة في نظر المحكمة والقانون فقط وهذه كلها مؤسسات من اختراع الإنسان والحقيقة هي أن الله وضعه في طريقي ودفعني إلى قتله أو قتل أخيه لحكمة لا يدركها عقل الإنسان والدنيا كلها منذ بدء الخليقة تسير بهذه الصغة قوي وضعيف شجاع وجبان غني وفقير ساد وعبيد قاد ورعاية وسأل هل تستطيع أن تفسر لي لماذا يكون شيخ القبيل شيخا ويخدمه باقي أبناء العشيرة ألم يكن الخلفاء الأمويون والعباسيون والعثمانيون وأولاتهم يأخذون ويعطون من أموال الأمة باعتبارها أموالهم الخاصة التي وهبها الله لهم ألم يكن العباد كل العباد من أملاك الخليفة الذي يغني ويفقر يقتل من يشاء ويعفو عن من يشاء اشتركوا في القناة